هل انتقلت المواجهة إلى الانترنت؟ قرصنا تسادف صفحة فيسبوكية مقربة من القوات المسلحة برلمانيون يطالبون بن موسى بالجلوس مع الأساتد مباشرة دون وساطة للنقابات مأتم في الجزائر والبوليزاريو تصاب بالسعار بمهاجمة السعودية متهمة الرياض بإقصائها والانحياز للمغرب الطبيب التازي داخل المحكمة أنا حاصل لويسا ملكي ولا يمكن لي التفريط في هذه الثقة اختفاء قناة خول مجاهد من اليوتوب يصدم الجميع انقلاب مفاجئ في أسعار زيت الزيتون الأمن يعتقل نجلة اليوتوبر نعيمة البدوية سلام الله عليكم أي طيبون وطيبات مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية تعرضت أشهر صفحة مغربية على مواقع التواصل الاجتماعي لنقل الأخبار العسكرية وكل ما يتصل بالجيش لعملية قرصنة معلوماتية صفحة فارماروك على موقع الأكس قالت إن نسختها على الفيسبوك تعرضت لعملية قرصنة ترتب عنها مسحة الصفحة نهائيا وذكرت الصفحة الموثقة والتي نقلت عنها وسائل الإعلام وطنية ودولية في السابق تقارير موثوقة عن الشأن العسكري المغربي أن إدارة المنتدى قررت إحداث صفحة جديدة بمعايير جديدة ببقاء تواجد المنتدى عبر فيسبوك كمنبر للمعلومة العسكرية المؤكدة والثقيقة وتفاجأ العديد من متتبع الصفحة على الفيسبوك باختفائها في الساعات الماضية وهو معزه كثيرون إلى حرب معلوماتية تشنها الجهة المعابية للوحدة الترابية والتي كتفت مؤخرا من سياساتها العذائية تعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شاكيم بن موسى يومي الجمعة لانتقادات حادة من طرف النواب البرلمانيين خلال مناقشة ميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب ووجد بن موسى نفسه محاصرا بسين من الانتقادات والهجومات الحادة من طرف النواب البرلمانيين أغلبية ومعارضة بسبب ملف النظام الأساسي واحتجاجات الأساتذة وطلب نواب برلمانيين من الوزير بن موسى الجلوس إلى طاولة الحوار مع تنسيقيات الأساتذة المحتجين دون وساطة من النقابات وتساءلت النائب البرلماني فاطمة ياسين عن سبب إقصائي للتنسيقيات في جلسات الحوار التي يعقدها الوزير لحل إشكال النظام الأساسي وقالت إن النقابات بالرغم من أنها مؤسسات دستورية فذلك لا يعني إقصاء التنسيقيات التي تشكل ثقلا كبيرا وهي التي تتبنى بالأساس الاحتجاجات والإضراب الذي يعرفه قطاع التعليم البرلماني العياشي الفرفار عن الفريق الاستقلالي عشار ضمن مداخلته إلى أنه كان يتمنى أن يكون النظام الأساسي الجديد وليد المؤسسة التشريعية حتى ينخرط النواب في النقاش منذ البداية وليس بعدها مضيفا أن أغلى من يحتجون لم يطلعوا مضامينها كما أن الوزارة لم تقم بحملة تواصلية تسويقية لشرح مضامينها أعلنت جبهة البوليزاريو الانفصالية في بيان لها أخيرا أن رفض مشاركتها في القمة السعودية الإفريقية إجحافا وتناقضا سارخا مع النبادئ المؤسسة للاتحاد الإفريقي وتطاول على إفريقيا وتدخلا في شؤونها ترفضه إفريقيا واجمت البوليزاريو المملكة السعودية معتبرة أن ما أقدمت عليه الرياض يعتبر مساسا بقرار قمة رؤساء الاتحاد الإفريقي 762 الذي ينص على حق الحضر لكل الدول الأعضاء في مؤتمرات الشراكة التي يكون الاتحاد الإفريقي طرفا فيها وفي بيان وزارة خارجيتها الرديء حاولت البوليزاريو الانفصالية أن تتقمص دور دولة في وقت تعتبرها الكثير من الدول من ضمنها المملكة العربية السعودية مجرد جماعة انفصالية تستخدمها الجزائر في أطماع التوسعية مقابل منحية أموال قائلة من أموال الشعب الجزائري المقور على يد نظام جزائرية عسكرية قررت غرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الجمعة تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل حسن التاسي ومن معها إلى غاية الرابع والعشرون من نومبر الجاري محامي التاسي صرح بأن الطبيب الجراح تمسك ببراءته وقال بأنه سيساعد النيابة العامة على الوصول للحقيقة وذكر التاسي في مرافعة وصف محاميه بالقوية أنه حاصل على وساء ملكي ولا يمكن له أن يفارط في تلك الثقة الملكية وأن يرتكب الأفعال التي فوجئ بها على حد قوله ولا يمكن أن تصدر عنها التاسي خاطب المتهمين حسب ما قالهم محاميه ووصفهم بأنهم أكفاء وأثنى عليهم وقال بأنهم ساعدوا هذا البلد على النهوض بقطاع الصحة ولا يمكن لهم أن يرتكبوا ما اتعاموه بها المحامي كشف أيضا أن المحكمة استمعت لشقيق الطبيب التاسي والذي تمت مواجهته بمجموعة من تصريحات الأطراف وأنكرها ونفى ما جاء فيها المحكمة حسب المحامي لجأت إلى مواجهات بين مصرحات وشقيق الطبيب التاسي الذي قال للمحكمة أنه مجرد متعاقد ولم يكن يصدر أي تعليمة المحامي ذكر أن الجلسة المقبلة ستخصص لإنهاء المناقشة مع الدكتور التاسي والاستماع أيضا لستة شهود سيمثلون أمام المحكمة لأول مرة يتابع التاسي ومن معها بتهم الاتجار بالبشر وتزوير فواتير هذه العمليات الجراحية التي تنجز للحالات المعوزة حيث يتم الرفع من قيمتها وجمع التبرعات على أساسها والتيقات صور مع أشخاص فقراء بدعوى أنها موجهة إليهم تلقت الفنانة المغربية خول مجاهدة الشهيرة بجايلان صدمة يومه الجمعة عقب اقتفاء قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب واختفت قناة الفنانة المغربية جايلان من موقع اليوتيوب حسب ما أعلنت عنه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وشاركت جايلان عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام الرسالة التي توصلت بها من طرف إدارة اليوتيوب أرفقت بتعليق تعرب من خلالي عن استنكاري لهذا التصرف وتساءلت خول مجاهد قائلة لا أفهم ما المحتوى الخطير الذي أعرض على قناتي هذا غير عادل لامست أسعار زيت الزيتون في الأسواق المغربية أرقاما خيالية لم يعتد عليها المستالكون خصوصا بالنسبة إلى ذوي القدرة الشرائية المحدودة ووصلت أسعار هذه المادة التي تقبل عليها العديد من الأسر خاصة في فصلي الخريف والشتاء إلى مئة درهم للتر في بعض المناطق وفق جريدة المساء وكان يتوقع أن تنخفض الأسعار بعد اتخاذ الحكومة قرارا بتقييد تصدير عدة أنواع من المادة الأساسية على موائد المغاربة إلى غاية أواخر شهر دوجمبر من السنة القادمة لكن العكس هو ما حدث إذ استمرت الأسعار في الارتفاع حتى لامست عتبة المئة الدرهم للتر ويعزو المهنيون ارتفاع الأسعار السوق المحلية إلى ارتفاع عديد المادة الأساسية الذي صار ثمان بيه يتراوح بين عشرة درهم وثلاثة عشر درهم فيما كان سعر لا يتجاوز ثمان درهم فيما تشير أصابع الاتهام على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي إلى الوسطة كشفت اليوتوبرز المغربية نعيمة البدوية المعروفة بموينة عيمة عن اعتقال إبنتها من طرف المصالح الأمنية يومه الثلاثة وشاركت البدوية مع متابهة عبر حسابها بموقع تبدل الصور والفيديوهات انستجرام صورة لها رفقة نجلتها أرفقت بتعليق جاء فيها مريم بنتي رهن الأتي قال فرح الآن حسبي الله ونعم الوكيل ولم تذكر الأخيرة سبب توقيف نجلتها حيث رجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب اعتقالها من طرف المصالح الأمنية هو اعتدائها بالضرب على جدتها وخالتها وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد شنوا حملة تبليغ ضد المسمات نعيمة البدوية المعروفة بموينة عيمة عقب أحد فيديوهاتها على اليوتيوب حيث ظهرت ويتدرف الدموع بحجة أنها أرادت مساعدة ضحايا زلزال الحوز لكنها غير قادرة من الناحية المادية على ذلك إلى هنا نكتفي بعض القدر وأقول لكم شكرا على حس انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة